السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورب تكونوا بخير ما اظهر النهاردة بتكلم عن طريقة اضافة زرار الواتساب فيه منشور على الانستجرام او طريقة ربط الانستجرام بتطبيق الواتساب خطوات بسائة جدا تقدر تعمل الشرح ده من ايه جهاز موبايل باستخدامه سواء كان عند الريض او اي او اس عشان مطلق شاركو ده انا نبدأ الشرح قبل اي حاجة يكون شاك وعملت الشرح لخناه بتاعتي وفعلت زر الجرس عشان يصول كل جديد عشان تربط الانستجرام بالواتساب اول حاجة لازم تعملها انك تحول حسابك لحساب احترافي اول حاجة بتعملها بتيجي تفتح تطبيل الانستجرام وبتخش على صفحتك الشخصية بالشكل ده خطوة اللي بعد كده بتدوس على الشرط اللي تحت بعض من اعلى وبعدين الاعدادات وبعدين بتنزل تحت على الحاجة اسمها الحساب وبعدين بتنزل تحت كده على حاجة اسمها تبديل الى حساب احترافي وبعدين متابعة 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 الخطوة اللي بعد كده بتختار الفئة بتاعت النشاط بتاعك او المحتوى اللي انت بتقدمه انا اختار هنا تعليم انت تختار المحتوى بتاعك الخطوة اللي بعد كده بتدوس على تم وبعدين بتختار اعمال او منشق محتوى انا اختار منشق محتوى خطوة اللي بعد كده بتدوس على كلمة التالي من اسفل وبعدين ليس الان وبعدين بتدوس على علامة الاكس من اعلى. كده انت حاولت الحساب بتاعك لحساب احترافي. عشان تربط الانستجرام بتطبيق الواتساب. اول حاجة بتعملها بتخش على صفحتك الشخصية. خاطره بعد كده بتدوس على تعديل الملف الشخصي. خاطره بعد كده بتنزل تحت كده. وبتختار خيارات الاتصال. وبعدين بتدوس على رقم هاتف واتساب للاعمال. بتختار اللي هي ايكونة الواتساب اللي هي الاخيرة دي. بيطلب منك هنا رقم الواتساب اللي انت عاوز تضيفه. بس لازم يكون رقم الواتساب ده. يكون متفعل او شغال في تطبيق واتساب للاعمال. مش اي تطبيق واتساب تاني. اللي هو واتساب للاعمال ده. اول حاجة بتشغل الرقم على تطبيق الواتساب للاعمال ده. خاطره بعد كده بتيجي تضيف الرقم هنا. بتيجي تكتب الرقم بتاعك. بعد ما بتكتب الرقم بتنزل تحت كده وبتدوس على ارسال الرمز. بيبعث لك رمز على تطبيق واتساب للاعمال. بتفتح تطبيق واتساب للاعمال بالشكل ده. بتلاقي الرمز من الفيسبوك. تلاقي الرمز موجود عندك. الرمز بيكون خمس تركام. بتكتب الرمز اللي كده انت ربطت حساب الانستجرام بتطبيق الواتساب. بتدوس على ليس الان. وبعدين لو حبيت تعرض رقم الواتساب ده في معلومات الملف الشخصي بتاعك على الانستجرام. بتدوس على عرض معلومات الانتصال. وبعدين بتدوس على علامة الصح من اعلى. وبعدين علامة الصح تاني. وبكده انت ربطت حساب الانستجرام بتطبيق الواتساب. لو حبيت تضيف زرار الواتساب في منشور عندك على الانستجرام. بتجي تعمل المنشور بشكل عادي جدا. بتدوس على اضافة منشور وتعمل منشور عادي جدا. بالشكل ده. خطر بعد كده بتختار الصورة بتاعتك اللي انت عايز تضيفها. وبعدين بتدوس على التالي. وبعدين التالي. قبل ما تعمل عملية نشر للمنشور بتدوس على زر اضافة رسالة. من وبعدين بتختار واتساب اللي هي الاختيار التاني اللي هو موجود في الواتساب. وبعدين بتدوس على علامة الصح من اعلى. وبعدين بتدوس على صح او نشر. وبعدين هتعمل تحديث كده. تفضل تعمل تحديث لحد ما المنشور ينزل معاك. كده المنشور اتناشر اهوت. لو فتحنا المنشور. هنلاقي اللي المنشور بتاعنا نزل وموجود في زر الواتساب. اي حد هيدوس على ارسال رسالة او سنت ميسج. هيحوله لتطبيق الواتساب ويقدر يبعث لي رسالة على الواتساب بشكل مباشر. كده الشرح بتاع النهاردة انتهى. ارجو ان تكونوا استفدتم الشرح. لو استفدتم الشرح استشتراك القناة وفعل زر الجرس وتعمل لك في الفيديو. شكرا.